ما حصل صباح الأربعاء في منطقة الشويفات ليس الحادث الأول من نوعه الأهم في القضية أن الفتاة يارا وهي في عامها الرابع عشر كانت ضحية إشكال يصف الأهالي في المنطقة سببه بالسخيف الرواية تقول إن زوجة خالد الأحمدي وهو من بلدة شارون يقطن في مبنى عبدالله داود الجردي في الشويفات أقدمت على رمي المياه من دلوين عن شرفة منزلها في الطابق الثالث الأمر الذي أثار حفيظة النطور الذي يقطن في المبنى نفسه جلال عبيد وهو من علي فحصل تلاسن بينه وبين زوجة الأحمدية بعد ذلك انصرف النطور إلى عمله وفي فترة غيابه حضر شابان ومعهما الأحمدية وانهالوا بالضرب على نجل النطور فخرجت الفتاة يارا لتدافع عن شقيقها لكن الأمر انتهى بإطلاق الأحمدية النار من مسدس حربي فأصابت الرصاصة رأس الفتاة يارا نقلت إلى مستشفى كمال جملات في الشويفات وهي بحالة حرجة خضعت لعملية جراحية برأسها ومن ثم نقلت إلى العناية المركزة عائلة الضحية تحبس أنفاسها وجل ما تتمناه سلامة ابنتها لكن الغضب العارم يعتلي سماه الوجوه وعلم تلفزيون لبنان أن الفتاة بدأت تتجاوب مع العلاج حصلوا إشكال فردي بين جيران اتطور للأسف وصار فيه اطلاق نار حسب ما عرفنا من الحكيم أنه البنت اللي انصابت عمره 14 سنة حالتها مستقرة ظهرت من العملية وإن شاء الله خير الإشكال فردي بحث هذا ما يؤكده وجهاء المنطقة مطالبين الإعلام بعدم تحميل الأمر أكثر من حجمه وتطخيمه وفي هذا السياق تعمل الأحزاب في المنطقة على تهديئة النفوس بين العائلتين سعيا لتجنب تعميق الخلاف بينهما يقول الأهالي أن الفاعلة أي خالد الأحمدي وهو من موليد 1970 والذي خرج عن طوره أثناء الإشكال هو الذي نقل الفتاة إلى المستشفى وبالتالي سلم نفسه إلى مفرزة بعبد القضائية في وحدة الشرط القضائية والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص على كل حال مهما كان السبب والنتيجة يبقى الحديث يتمحور حول واقع السلاح المتفلت في أياد اللبنانيين وفي كيفية منح الترخيص وما يليه من إجراءات تجنب المزيد من الجرائم والدماء والضحايا ضحايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر